على فكرة وإحنا بنتكلم دلوقتي وزير التخطيط والتعاون الدولة المصرية توجهت إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة الخاصة بالتنمية المستدامة وده أمر لعرض التجربة المصرية وإزاي التجربة المصرية بتعمل اللي حالك بتتكلم عليه من السلوم لإسكندرية للعريش لوسط الدلتا للسحراء الغربية لجنوب مصر الدولة بتتحرك في كل المساحات الممكنة عشان تقدر توصل للمواطن بخدمتها لكي لا تمكن أي حد أنه يلعب دورها مرة تانية تقالي بالك من الدروس المسافدة جداً اللي الدولة مصرية خدتها عدم السماح لأي كيان أو أي تنظيم أو أي جهة أنه يكون هو الدولة البديلة ده أمر مهم جداً علشان كده الدولة عملت الابروتشز المختلفة دي الاقترابات المختلفة دي المدخلات المختلفة دي علشان تقدر توصل للمواطن بالفعل والمواطن يشعر أن الدولة موجودة بجواره النهاردة لما الدولة بكل أجهزتها بكل مسؤوليها بتتوجه هي مش احتفالية ولكن هو انتصار لهذا الوطن ولهذا الشعب هذا الشعب المسؤولين جايين بيقولوله شكراً أنك استحملت معانا شكراً أنك أنت أقول النهاردة بتشوف على الأرض حضرك عرضت اللي أنا الحقيقة أشوفه التجربة بتاعت الجامعة الأهلية وعرضت تجربة مستشفى إهناسية فيه تجربة المصنع كمان وفيه تجربة تتعلق بالتعليم والصحة أنت بتكلم على القطاعات المكونة للخدمات الرئيسية اللي المواطن المصري في هذه المناطق كان محروم منها لفترات طويلة جداً والاقترابات من أجل تقديم الخدمة في أعلى مستوى ممكن حضرك كنت في قلب المستشفى وشفت التجهيزات اللي موجودة في المستشفى كنت في قلب الجامعة وشفت معالي الدكتور رئيس الجامعة وهو يتحدث عن البرامج النوعية أنت كليات على مسميها 12 كلية بمسميهم الطبيعي لكن برامج الدراسة طبيعة البرامج الدراسية نفسها تقترب من البرامج الدراسية اللي بتشكل أساس التعليم في الجامعات الخاصة وجامعات الأجنبية إذن أنت تتحدث عن طفرة أخرى في مستوى التعليم يعني أنت ما بتعملش جامعة وأكيد الجامعة بتلاقي الاحتياجات البيئية بتاعة المحافظة يعني مش هتلاقي الموضوع بيخرج عن الاحتياجات البيئية بتاعة المحافظة مع توفير التخصصات الفريدة يعني هو تكلم سيادته عن الإعلام وخلينا نتكلم فيها بتكلم عن برامج نوعية في الإعلام غير تقليدية يعني تعرف طول عمرنا بنتكلم عن كلية الإعلام أن فيها أقسام تقليدية صحافة زعو تلفزيون إعلام علاقة عامة والدعاية فأنت ما بتكلم على النهاردة لا أنت داخل على الديجيتال ميديا داخل على السيبرانية داخل على الصحافة الإلكترونية أنت بتكلم على برامج مختلفة خالص حتى في مجال الإعلام الطالب المصري ما كانش بيلاقيها غير في التعليم الخاص ترجمة نانسي قنقر